في بيئة أول ما تشوفها بتصيبك بالكسل والإحباط عن طاعة الله سبحانه وتعالى تحس بكسل ومحبط ما أنتاش قادر تعمل طاعة ولا قادر تعمل عبادة وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن نماذج كتير جدا عن ناس كانت البيئة سبب في كتير من الأوقات أن هي عجزت عن أداء العبودية لله سبحانه وتعالى أبو معيط أبو معيط كان قريب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن وخلاص بينه بين الإسلام خطوة كاد أن يسلم بيحب النبي جدا قلبه رقيق جدا بيسمع القرآن بيتأثر بالقرآن مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم أو الشك على الإسلام عمله بسرعة هنا بسرعة هنا راحت قريش لصاحبه لصاحب أبي معيط ده في بعض الوقت أنه كان أبو جهل كان أبو جهل فكان هو أبو جهل فكانت النتيجة أن أبو جهل قاعد يقول له أصبأت يا أبو معيط أكفرت يا أبو معيط طبعت محمد يا أبو معيط فلا زال به حتى جعله يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويدفل في وجه يبسق في وجهه صلى الله عليه وسلم ورح للنبي بسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو معيط بيموت تمنى أن يعود به الزمن ليتخلى عن صاحب السوء ليتعبد لله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلة يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلة لقد أضلني عن الذكر أظن معنى واضح أن من أعظم ما يدفع الإنسان للتخلي عن مقام العبودية صاحب صاحبه هو اللي منعه من أنه يكون عبد لله سبحانه وتعالى صاحبه اللي قاعد يتريق عليه لما قال له أنا عايز أروح للشيخ أحفظ القرآن صاحبه اللي قاعد يتريق عليه لما قال له أنا رايح أصلي وقال له طب صلي على النبي بقى في قلبك يا شيخ وابقى دعي لنا معك يا مولانا فبدأ هذا الصاحب يسخر ويستهزئ من صاحبه فكانت النتيجة الصاحبه ده بقى عايز يوث بتلق ده فكانت النتيجة تخلى عن العبودية تخلى عن العبودية والسبب في ده البيئة والصحبة قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة التغابل إن من أولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ربنا بيقول إن ممكن يكونوا أزواجكم وأولادكم هي البيئة المثبتة اللي تمنعك عن أداء العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى معقول آه وسبب نزول الآية دي نزلت هذه الآية مرتين كما يقول علماء التفسير مرة نزلت في مكة ومرة نزلت في المدينة مرة نزلت في مكة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى الهجرة والوصول إلى المدينة المنورة فكان الرجل إذا أراد أن يهاجر جاءت إليه زوجته وجاء إليه أبنائه وقالوا لمن تتركنا يا أبانا لمن تتركنا وهكذا ففضل الأولاد والزوجة يتكلموا مع هذا الرجل لحد ما خد قرار أنا مش مهاجر خلاص سبب النزول الثاني أن ينزلت في المدينة لما فرض الله عز وجل للجهاد على المؤمنين لما فرض الجهاد كان الأولاد والزوجة يروحوا للأب ويقولوا لي يعني أنت هتتركنا وأنت إذا ميت فمن يكون لنا من بعدك الزوجة هترملوا والأولاد هيتموا فلا يزال هذا حالهم حتى يمنعوا عن الجهاد في سبيل الله فربنا قال خدوا بالكم إن ممكن تكون البيئة اللي حواليكم هنا هي البيئة المثبتة عن العبادة والطاعة فاخدوا بالكم